باقي الكاملة في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي كانوا يبيعوا في الشيكولاتة بالرديو مادة المشاعر تخرج في الوهج من عند ربي يا أمول اوهج أمول تعلمون الشاعة النووية مليون مرة أقوى من أشعة اليورانيوم يا أخوة العزيز اليورانيوم يعمل في القنابل الذرية مالك في باقي بالله صديقي تخير نسافر بينك بالزمن و تلقيك في حنوت عطار قبل 100 سنة صباح الخير يا سلوما طبلية شوكولاتة عايشك صباح النور يلا تفضل باش تحب الشوكولاتة فما باللوز فما بالبوفريوة وعندي زادة شوكولاتة براد يوم اوه حاجة بريمة من بلاد العكل هذي دوب ما تحطه في فمك وجهك ينور بالوقت يشعل شعلان تولي تشع عصر ووه زعمان لحاك تقول انت في عوض نعمل باروق ناكلت ويبع شوكولاتة وبره تراه هي الطبلية خنجربوها ما تغشنيش عادة شوف لك عيبة بزيد اشعع كان يطلع كلمك صحيح تنقول لنسالحه ومالكل غدو يجي ويشي ملعندك قول ازنيخة خايبة ايا بقيتك على خير نهار راح عليها وانا ويقف انتس في البيدك وعلى يامي كان الراجل يروح وميلقى شفطور لا يفيد فيها اشعع لأشعع يا جميع السؤال انا شنو اللي يخليهم في هيك الزمان يحطوا مادة اختيرة كيما هكا في المنتوجات اللي بيعوا فيها للناس تعرفش كيفاش خليني نحكيكم الحكاية كاملة عام 1898 ماري ورجلها بير وهو عدار كوري معروفي اكتشفوا مادة الراديوم المشع اليوم الكلنا نعرفوا ليمادة هذي فتكة قطرة منها تهري وتهز للدنيا الاخرى لكن في بداية القرن الماضي دوبما اكتشفوا النشاط الاشعاعي هيك اللي يقولوا له راديو اكتيفيته واكتشفوا المواد المشع بما في ذلك الراديوم ما كانوش يعرفوا الاخترمتح على صحة الانسان تيب بالعكس انبهروا بالراديوم وجيهم عجبة مادة تشحل شعلين طالع منها الواهج من عند ربي وكأنها فيها طاقة ما تفاش وزيد طبط هيك الوقت فيقول كيف يحطوا طرف راديوم على بعض التقروحات والاورام اللي على الجلد الخلية السراطانية تتحرق كيما تقول انت تتكوي وتموت والعبد سبحان المولى تقول كان يكذب الجلد يصفى ويقوم لبس عليه صحيحي طنطن اللي ما كانوش فاقين بيه في هيك الزمان اشعاع الراديوم يحرقش كان الخلية لمشومة قال كلهم عافينا يضر زيدة بالخلية اللي يلبس عليها ويعمل نقب في اللاديين الشر برا وبعيد علي وعليكم الراديوم كيما يجم يبري من سراطان في حالات يجم يتسبب في سراطان في حالات أخرى ويوصل للموت الجيش الواحد يطبها يعميها على هيك استعمال الطبي لها المواد المشعة لازم يكون بيديراية وبمعرفة ناس قارية وفيه مش تعمل مش تسود وجهك والي فحام اما بالله يقولي وقتها كيفاش تحبهم يعرفوا تزمين بوضعها عام 1900 وشوية صرف وقتها يا دوبة كيف بدأوا يدرسوا في المواد المشعة ومزلوا كيف بدأوا يحاولوا يفهموا خصيصها خلينا تواف المهم في الوقت هيك الراديوم خضي الصيت كبير اسمعي اللي ما سمعتش اشقالك اش قتلك الراديوم يداوي السراطان دواء يجمد الماء يحيي نفس والشيء بيولي عروس صديقي متستغربش لازمك تحط روحك في بلاصة شخص قبل 100 سناء لا تعرف ذرة ولعمرك لا سمعت لاب نووي ولاب إشعاعات نووية إشعاعات في إشعاعات في الملد لا يا فندم إشعاعات أكثر من إشعاعات إشعاعات نووية يا فندم إشعاعات نووية نابوية بتطلع إشعاعات واندي هاكيك ظلم في السابهلالي ما تعرف شي على شيء ويقولون لك الراديوم مادة تتحط على الجرح يبرع تراه يتخرج في الوهش وحدها 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 وزيد مادة طبيعية 100% كهوعة الظهر العملية كيف يمشي في بالك؟ الراديوم حاجة بريمة إدواء قد ما تخوا منه باهي وممكن يسر مخك يزيد يقلك بما أنها مادة مشعشعة كانت تزيد الدخلها في روتينك اليومي وتستعملها وجهك ينور تزيد تزيين ويشعشع نورك وهيكا بضبط لي صار في بداية القرن الماضي الراديوم خذي سمع لي هو ابنين وكل وفيتامين شكون ينقذ على حكايةك العقابة؟ أصحاب المصانا ورؤوس الأموال جمعت لفريات والبزنس قال لك هذي فرصة لكتو عادة بدم سعاد الناس مبهورة بالراديوم أي منتج تحط فيها المادة يتبيع لك ويخرج كل بطاطة والفلوس تدخلك بالشكاية وهذا ما لديك؟ عينك لا تشوف العملوا به مكياجات شامبوانات كريمات ملابس داخلية تحويج متابيبيات يا رسول الله قيزوز بالراديوم موجود شوكلاتة تلقى صابون مشاع دونتي فريس مشاع التصاور هذي اللي تشوفوا فيهم يا جماعة أعلانات حقيقية كانوا يعلقوا فيهم في شوارع أوروبا وأمريكا في عشرينات القرن الماضي عادي جدا تحل جريدة ولا مجلة تلقى واحدة مع التصاور كأشهر الغريبة هوين؟ الناس كانتها بطليقة على هالمنتوجات المشعة يتخاطفوا فيهم خطفين شفت العزيم ساكن مشاو فيها شفت آخرت اللي تبع الإعلانات؟ رأيت كيفاش؟ واحنا الوين نمشي والبعيد؟ تشوف الواحد يشوف من روحه احنا اليوم في عصر الانترنت والمعلومات اللي يقولك يطلع لك واحد ولا واحدة على انستجرام تقول لك هذي كريمة بالفسفافة مخلطة بعناص الكتب كريمة هبال تنفخ المفشوش وتفش المفوخ وانتم يا جماعة سملة العظيمة تجيكم حالة انبيهار مخكمة الحس ما تفيقوا بروحكم كان عينيكم مغنظم شيت وتشريوا مغير ما تسألوا لاش نوم المكونات اللي في المنتوج لا تذر لما تذرش قطوس فيش كارا شفت كيفاش عاد احنا عليش اللوموا على ناس بكر اللي عاشوا قبل مئة سنة وانعيبوا عليهم كيفاش نبهروا بالراديون توا خلينا نجعل موضوعنا المفيد كيف انتشرت هالمنتوجات المشاعة بشوية 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 بدا يطلع الخوار وظهرت اعراض اختيرة عالناس اللي فموطاح اللي مرض بالمرض الخايب السملة العظيم اللي مات والمصنعين واصحاب الشركات مبيتين الحس مو للدار مش هوني ما حبوا يستعرفوا بشي والحكاية وصلت للمحاكم مين انا عاد افوتكم بالحديث في هيك الوقت قال لك كين فم ما معمل في امريكا متاع مناجل يخدم في 4000 طفلة شنية خدمتها خدمتهم يدهن ونوامر وعقارب لمناجل بدهن مخلط بالرديون عليش بش فظليم المونجيلة تبدأ تلمع عبلون اخضر شعشوعي وتخليك تقرى الوقت بغير ما تحل الضو وهو كي ما تقول انتي بش الدهينة تجي مرتوبة تشرح هيك الابنيات يحطوا الفوشة في فيمهم بش يذبوها ويستويوها مشيت فيهم في الحشاشة يالطيف اللطف تيهي ذمراهو مكليو الراديو محرفي شمزي الاخر وياخوية تحلت فيهم فتارية كل واحدة شصار لها اللي يجديقها هبتصابون اللي اعظم الفك متاحها مشي دوك ديك اللي يجيها سلطان واللي صحتها في النازل بالفرش والمخدأ وحاروا فيها الطبقة ايش بالشي عملو ايش بالشي عملو ووليو هيك البنيات لمدوا رواحهم واشكيوا بالشركة اللي مخدمتهم حكاية البنيات هذو ما حركت الرأي العام وحكيوا عليها حتى في الصحافة تعرفت باسم قضية ريديم ديالس قضية فتيات الراديو وعمنوا عليها حتى فيلم خرج عام 2018 خلينا في المهم تحركوش السلوطات بعد الحكاية هذي منعوش هالسم اللي يقتل في العباد حتى انت حبتت لهم الحكاية راي فيها فلوس ما تحركت العام شاكين متفرق المحظر ما بداوا يحطوا في قوانين ويردوا بالهم من هالمادة كان من بعد عام 32 ما هو وقتها كان فما راجل تندخى كما تقول انت لاعب غولف مشهور ياسر في امريكا يقولولو ابن بايرس الراجل هذا يا سيدي مات متشانيع جواجيه اسم الله العظيم هبتت اسمن ما وقالك غرامو كان كل يوم يعمل قطيرة راديوم في الماء ويشرب شفت انت صديقي كيتشتها شريبة ما فيها قطيرة ازهر ولا عطرشية صحيبنا هذا هاكيك غير هو كيفه جاء على الراديوم مش على العطرشية المغبون بعد ما اتوكل اللي يخلقه الناس فهموا اللي كانوا غلطين في الراديوم وفهموا اللي هو خطير وبشوية بشوية منعوه اوكم من الول خليوه فقط للاستعمالات الطبية اما من بعد منعوه جملة لا طبية لا غيروه وهناس سؤال اللي يطرح روحه هو اصلا شمعنيها ما ويد مشاعه شنوه اللي فيها سبيسيال يخليها خطيرة وما هيش كم المواد الاخرى هالاشعاع النووي اللي نسمعو به شنو يصيفتو؟ ياخويا خلينا نفسروا كعبة كعبة شنوه هو بالضبط النشاط الاشعاعي هل غاديو اكتيفيتين؟ لا تبايا نفسر لكم من اش قاعدة نعمل اما في الحلقة الجاية الفيديو هذا بيت الرزق سيئ سيب عليك لا راديوم لا توريوم اذا تحب نورك العلمي شعشة عليك بالعلوم بالفلاقي واذكرني اشتركوا في القناة